بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي يعلم بالقلم علم الإنسان منام يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سلام محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة شباب نهاردة بنات نحل مع بعض تدريبات إدريبات المفعول لأجله من كتاب كيان السنوية العامة دفعتنا الأنبورة 20-22 صلى عن نبي صلى الله عليه وسلم واجب على المرء صون لنفسه أن يجعل طاعة ربه هدفا له مفعول لأجله في الجملة السابق ركز معي واجبها ده فعل مواضي يومنا الفتحة على حرف جر المرء اسمه مجرور واجب على المرء صونا لنفسه صونا لو ركز معي عبارة عن مصدر ومنصوب وبيبين سبب الفعل ده اسمه يا جماعة ده اسمه مفعول لأجله لو رجعت معي التعريف المفعول لأجله أصلا في الكتاب قال لك هو مصدر يذكر غالبا لبيان سبب وقوع الفعل بنقول سبب وقوع الفعل يعني بتقول ببلده كده عشان يعني اقول كده معي عشان واجب على المرء عشان يصن نفسه ان يجعل طاعة ربيه هدفا له اه جملة مشت عادي يبقى انت مجمد صونا اعلابها مفعول لأجله انها طب هدفا اعلابها يا محمد يجعل طاعتها طاعتها مفعول بي اول وهدفا مفعول بي تاني عشان جعلها بتنصي المفعولين زوادت مصر المدارس باحداث وسائل علمية ليه لحاقا بالتقدم عشان تلاحق التقدم يبقى طبعا لحاقا عشان تلاحق مفعول ايه مفعول لأجله ايه كلمة وسائل هنا مش منصوبة يبقى طبعا ذا مضاف اليه يعني باحداث وسائل علمية يبقى وسائل العربة هي عربها مضاف اليه مجرور بس عليما تجروا الفتحة طبعا Normally Pepsi المهم يعني ده مضاف إليه ولحقا مفعول لأجله يبقى ليه جابة السلحة تبقى دال أصبح تحصيل العلم رغبة لكل طالب الحقار التالية صحيحة مع عدى واحدة ركز معي رغبة مفعول لأجله لا مش مفعول لأجله إيه ده إزاي محمد صلي على نبي صلى الله عليه وسلم أصبح ده فعل ماضي تحصيل ده اسم أصبح نركز معي بقى تحصيله لعلم العلم مضاف إليه أصبح تحصيله لعلم أصبح رغبة بس كده في رغبة عربها خبر أصبح يبقى أنت لازم تركز معي مش أي حاجة منصوبة في الجملة كنت أقول لأجله بص الأول على الجملة فيها أصبح ولا كان ولا لأ تحصيل مصدر لفعية رباعي أه طبعا فعية تقريبها حصلة رباعي خبر أصبح نوع مفرد أه طبعا ده كلمة واحدة مفرد مش نختراه تحصيل اسم أصبح طبعا اسم أصبح أرغب في رفعة شأن كتاب كيان أرغب في رفعة شأن كتاب كيان رغبة أكيدا ركز معي أرغبوا رغبة أرغبوا رغبة ده اسم هو يا جماعة اسم مفهول مطلق في الإجابة الصحيح مفهول مطلق زي أكتهد و اكتهادا كده كلمة أمل واردة مفهول لأجله في جملة واحد إيه هي ركز معي لم يترك الإنسان أملا في الحياة لم أداد جزم يترك فعل مضارع مجزوم تمام لم يترك مين لم يترك الإنسان فالإنسان فاعل طيب الإنسان ما تركش إيه ركز معي التركة ده من أفعال اللي متعدية بيجمعها فاعل ومفعول به بيقول لك الإنسان ما تركش ما تركش إيه ما تركش أمل فأمل أعرضها مفعول به يعني مش نختلف طيب إنا لي في الحياة أملا هنا إن وأملا يبقى أملا دي اسم إن مش هينفع برضه طيب بيقول لك حقق الطموحه أملا إيه حقق الطموحه أملا سعينا سعينا إليه طويلا حلو قوي ركز معي صلى الله عليه وسلم حقق اللي في الحالة الماضي مين اللي حقق الطموح فالطموح فاعل مرفوع حقق الطموح الطموح حقق أي حقق أمل فأمل أعرضها مفعولهم به برضه حقق الطموح أملا سعينا إليه طويلا فمش هينفع برضه يبقى لجابة وحيدة الصحة تبقى دال أطيعوا لوالدين ليه بيطيعوا وادين ليه يا جماعة علل أملا فيه رضا الله عشان أرض ربنا أو ما تلاقي عشان دي يعرف أنه هو مفعول مفعول لأجله الجنود كلهم مضحن بنفسه ليه مضحن بنفسه دفاعا عن الوطن يبقى دفاعا دي طبعا مفعول لأجله الجنود كلهم مضحي حلو قوي بلاك كز معي لو قلت الوقت الجنود كلهم مضحون وجملة تانية قلت لك الجنود كلهم مضحي ليه ليه الجملة اللي عندنا دي لكن الجملة الأولينية لو شلت كلهم هتقول الجنود مضحون الجملة ماشي عادي آه ماشي عادي يبقى كلهم من فوق تعربها توكيد تمام إنما تحت الجنود مضحي لأ ما ينفعش مدام حطت صباعة كده وما نفعتش يعرف أنها مش توكيد يبقى تعربها دي جملة جديدة الجنود مبتدأ وكلهم مضحي كلها على بعض كده خبر يبقى دي جملة اسمية جديدة يعني يبقى الإجابة الصحة الإجابة تبقى إي الإجابة الصحة تبقى ألف مبتدأ ومفعول لأجله ظلت الحرية أملا عظيما لكل الشعوب كل ده صح مع عدة واحدة ظلة ده فعل ناقص طبعا ظلت الحرية ظلت إيه ظلت أملا فده اسم ظلة وده خبرها ده فعل ناقص طيب الحرية اسم ظلة آه اسم ظلة طيب أملا عظيما جميلا رائعا ده كل ده نعت طيب مش نختارها ما تبقى أشغل كلمة إيه كلمة أمل ما فول لأجله لا طبعا غلط فنختارها أعايز الإجابة للخاطئة قضى الصائم ليلة رمضان قائما تعبدا لله ما تثوخط ركز معي قضى فعل ماضي من الفتح الصائم فاعل مرفوع قضى الصائم ليلة رمضانة طيب قضى الصائم ليلة رمضان قضى إزاي قضى قائما يبقى قائما ده بتوصف مين توصف الصائم بقول الصائم ده قائم حلو قوي يبقى هنا كلمة منصوبة بتوصف فاعل ومعرفة ده اسمه يا جماعة ده اسمه حال وإن الحالم اليوم مرة كلمة بتوصف مين بتوصف الفاعل أو ما فول بيه أو نائب الفاعل ويكون معرفة تمام يبقى قائما يعربها إيه عربها حال طيب الصائم قضى ليلة رمضان هو قائم لله طيب ليه قائم تعبونا لله عشان بيعبد ربنا يبقى عشان يعبد ربنا ده اسمه إيه ده اسمه مفعول لأجله يبقى لجابة الصح تبقى جيم حال ومفعول لأجله صلي على النبي حسنا جملة وردت فيها كلمة تقدير مفعول لأجله ينستخرج مفعول لأجله من هنا يلقى ده فاعل مضارع يلقى المعلمون ده فاعل يلقى المعلمون يبقى يلاقوا يبقى يلاقوا التأدير فتأدير مفعولهم به مش ينفق طيب أطيع معلمي احتراما وتقديرا له ركز معي أطيع معلمي احتراما وتقديرا له أطيع ده فاعل ايه فاعل مضارع معلم ده مفعول به انت بتطيع بتطيع المعلم فالمعلم مفعول به طيب انت بتطيع معلمك ليه عشان بتحترمه احتراما له يبقى احتراما طبعا مفعول ايه مفعول لأجله تمام أنا معاكن احترام مفعول لأجله لكن الواو حرف عطف وتقديرا هنا بقى عربها ايه? معطوف. هي دي التكاية يا جماعة. تقديرا هنا معطوف. فهمتو? يبقى تقديرا هنا جات معطوف. ما جاتش ايه? جاتش مفهول لاجل. يبقى مش نفهن اخترا. ان في قلبي تقديرا طبعا ده خبر ان اللي جابه الصحي يا جماعة تبقى ايه? تبقى بيه? تطيع الولدين ليه? تقديرا لهم. عشان بنقدرهم. عند وضع كلمة خشية في جملة بحيث تكون مفهولا لاجله. هتبقى اني جملة. ما اجمل خشية الله طبعا مش هينفع خشية هنا مفعولهم به. عشان بعد ايه? بعد اسدوب التعجق. طيب. يخشى المؤمن ربه خشية طبعا يخشى خشية ده اسمه مفهول مطلق. طيب. امتلأ قلب المؤمن امتلأ ايه? امتلأ خشية هنا خشية على بها تمييز. قلتلك افعال الزيادة والنقصان الكلمة النكلة منصوبة اللي بعدها بتبقى عربها تمييز. زي ما قولك ازداد الولد علما. امتلأ البحر صفنا. امتلأ قلب المؤمن خشية ده اسمه تمييز. مش هينفع? يبقى اشغل جيم. يبتعد المؤمن عن المعاصي لخشية العذاب. خوف العذاب. خايف من العذاب. ينفق المؤمن ما له رغبة المغفرة. حققت لها صحيحة ما عدا واحدة. صلي عن النبي عام الحج عليه الصلاة والسلام. ينفق فعل الثلاثة مزيد بحرف الهمزة. يعني مزيد بحرف الهمزة. هات المواضي بتاعه هيبه? انفقة. اه ده مزيد فعلا اوله همزة. يعني اوله ايه اوله همزة? يبقى طبعا مش نختارها. دي صح. مش نختارها. انا عايز الاجابة الغلط. اللي هقف ماله في محل جر مضاف اليه طبعا صح. قلنا قبل كده يا جماعة. كيف الخطاب هقل غيبة. يعني المتكلم نا المفعولين نا ما تصل باسم يكون محل جر مضاف اليه. مش نختارها. رغبة مفعول لاجله او مفعول لاجله. ينفق الماله يوم ما له رغبة المغفرة. رغبة المغفرة. عشان ربنا يغفر له. يا طبعا دي مفعول لاجله. يبقى شهد بقى غردال فانختارها. الضبط استحيل كلمة رغبة. هو تنوين النصب? لا طبعا غلط. رغبة هنا لازم تبقى كده. رغبة. ما يفعش تنوين. لو تنوين يبقى غلط. طب ليه محمد هقولك ليه صلى على النبي عشو السلام. من صور المفعول المطلق اللي معنا هو ممكن ييجي مضاف. ممكن ييجي مضاف. يعني مثلا زي الجملة دي ينفق الماله يمؤمنه ما له رغبة المغفرة تيه. حلو بقى. في المغفرة مضاف اليه مجرور. وانما يكون عندك مضاف اليه? المضافة اللي قبلها ما ينفعش يكون منون. ما ينفعش يكون فيه نون او فيه تنوين. فنشيري تنوين نخليها فتحة واحدة بس. عشان كي بقت فتحة. يبقى دي بصح تبقى دي. بعدها بقول لك صرخ الطفل نقط الكلب. صرخ الطفل يا جماعة? خوف الكلب. تمام? وممكن اقول خوفا من الكلب. طب هنا مش جيب لك حرف جارة من يبقى اختار يا جماعة اختار خوف الكلبي. دي زي الجملة اللي فاتت برضو. الكلب مضاف اليه? فهي هنا كمبة خوف جبتاها منصوبة لكن مش تنوين. عليها فتحة واحدة بس مش تنوين. قلت ايه? خوف الكلبي. طب لو كان فيه من? كنت اختار طبعا الف خوفا من الكلب. تمام? الجملة التالية اجتمت المفقول لاجله. معادة جملة واحدة. يعني كل دول فيهم مفقول لاجله. معادة واحدة بس ما فيهاش اصلا. صام المسلم تهزيبا للنفس. طب وليه صام المسلم عشان يهزب نفسه? يبقى طبعا ده مفقول لاجله مش اخترق. طيب صام المسلم لربه احتسابا للاجر عشان يحتسب اجله عند ربنا. برضو مفقول لاجله مش اخترق. زورة المريض ليه? اطمئنانا عليه. برضو مفقول لاجله. انما هزب الصائم نفسه تهزيبا هزب تهزيبا. ده اسمه يا جماعة ده اسم مفقول مطلق. يبقى نختار ايه نختار به. هي الوحيدة اللي ما كانش فيها مفقول لاجله. اعبد الله خوفا من ناره طمعا في رحمة. طمعا ليه بتعبد ربنا? خوفا من ناره. حلوة يبقى خوفا مفقول لاجله. انما و طمعا الواو دي اداة عطف. يبقى طمعا معطوف. يبقى لي جاء بصح جيم مفقول لاجله واسمه معطوف. حبا في العلم اقرأوا كثيرا. ترتيب الجملة اقرأوا كثيرا. ليه? حبا في العلم. بس كده. فحبا برضو اعربها ايه? اعربها مفقول لاجله. قلنا يا جماعة يا جوز ان احنا نقدم مفقول لاجله في اول الجملة. جملة واحدة لم تجتمل مفقول لاجله. اذاكروا ليه? تحقيق النطو محاطي. هنا فيها مفقول لاجله مش نختارها. طيب. يجب على الدولة ان تسهم بابداعها السامي. ليه? ضمانا لحق الاجيال عشان تضمن حق الاجيال. برضو مش تختارها. طيب. صديقك الحق يناصرك. ليه يناصرني سعيا الارتقاء بعرد اخوة. برضو مفقول لاجله. انما ده البص بيقولك ايه? فيه اخلاص فريق كيان وكتابهم ارتقاء بالتعليم. اصل اخلاص ده. ده خبر مقدم شبه جملة. حلو قوي. وارتقاء ده ايه? ده وابتدأ مؤخر. هنا انت عملت بس ايه? تقديم وتأخير. فهنا اصلا مفيش حاجة منصوبة. تمام. رغبة في الخير ايه? وساعد المحتاج. لا تبقى جونها معي. وساعد المحتاج ليه? رغبة في الخير. فرغبة تقول ايه? طبعا عربها هي عربها مفعول لاجله. تمام? يبقى اشطب عدول كده. يبقى اما الف يا اما جيم. ركز بمعي. ليه رغبة? طبعا ليه? ده ايه? ده خبر مقدم. ورغبة ده مبتدأ مؤخر. قدمنا الخبر بس على المبتدأ. يبقى رغبة انا عربها مبتدأ. يبقى اللي جابة وصعت بقى جيم مفعول لاجله مبتدأ مؤخر. اخر صفحة بقولك اتغاضى عن هفوية الصديقي. نقط لمودته. املا لمودته? لا يا جماعة امل بتبقى املا فيه. املا في مودته. لكن هي مش جيب لك فيه فمش ينفى. طيب رغبة برضو رغبة في مودته. مش ينفى. طب حرصا حرصا على مودته برضو مش ينفى. الاجابة بساطة بقى جيمة يا جماعة. استبقاء للمودته. استبقاء بس تبقي مودته. يبقى استبقاء ايه? استبقاء لمودتي. نبقى هنا لعب بحرف الجر. قال الشعر احبك اجلالا وما بك طاقة علي ولكن ملء عيني حبيبا. لما فقول لاجله في البيت السابق. هو ايه? لك ازمعي. احبك اجلالا وما بك طاقة عليها ولكن ملء عين حبيبها. صلى الله عليه الصلاة والسلام. انا بحبك. ليه بحبك? بحبك اجلالا تعظيما لك. حبا لك. يبقى علل بتحبني ليه? اجلالا لك عشان اجلك عشان بعظمك. يبقى طبعا اجلالا مفاول لاجله. طب نبص على ايه تلك الكلمات? وما بك طاقة. طبعا اصلا جميلة وما طاقة بك. فهنا طاقة طبعا تبقى مرفوعة اصلا مش منصوبة. طيب. ولكن ملء عين حبيبها. برضو ملء هتبقى مرفوعة اصلا. ملء عين حبيبها. برضو حبيبها مش تبقى منصوبة. يبقى الاجابة الصحة يا جماعة تبقى اجلالا. هي الوحيدة اصلا منصوبة هنا في البيت. قال الشاعر يغضي حياءا ويغضي من مهابته فما يكلم وإلا حين يبتسمه. بقول لك يغضي حياءا. يعني يغضي. ان هو بيسكت. يسكت ليه? يسكت حياءا. يعني يبعد بعينه كده حياءا. هو ليه بيسكت يا جماعة? وليه بيكلمش معنا? حياءا منه. كسوفا منه. عشان مكسوف مننا. يبقى عشان هو حييه عشان مكسوف مننا. ده اسم مفعول ايه مفعول لاجله. طب ما زي بتاكت ليه مصدر منصوب. بيبين سبب وقوة الفعل. يصل المؤمن طمعا في الجنة. ليه بيصل المؤمن? عشان طبعا في الجنة. يبقى طبعا ده مفعول لاجله. طيب. يصل المؤمن طامعا في الجنة. حلوة او بقى. طامعا دي بتوصف مين يا جماعة? بتوصف المؤمن. يعني بتوصف الفاعل اللي هو معرفة. ده اسمه حال. او تاكت الجوء الكلمة اللي بتوصف الفاعل او المفعول بيه او نائب الفاعل. ويكون معرفة. ده اسمه حال. يبقى اللي جابة الصلاة تبقى جيه مفعول لاجله وحال. نماجس الرياضة. ليه نماجس الرياضة تقوية لاجسامنا عشان نقوي اجسامنا. يبقى طبعا تقوية عربها هي عربها مفعول لاجله. تمام. في الجملة التانية يبقى يبقى الرياضة اكثر تقوية لاجسامنا. زي يبقى انا اكثر منك مالا اعز ولدا اعز نفرا. اكبر منكم علما. اكثر تقوية. الكلمة المنصوبة النكرة اللي بعد اسم التفضيل بيقى عربها تمييز. يبقى طبعا تقوية دي تمييز. يبقى مفعول لاجله وتمييز. قال الشعر ففاضت دموع العين مني صبابة. دموع العين فاضت مني ليه؟ صبابة. يعني بالسبب العشق. عشان العشق. على النحر حتى بلى مادة دمعي محملي. بيتصعب قوي. المهم صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فاضة ده فعل ماضي. قمناها الفتح. والتاق تاق التانية ده محل ما ارقب. ففاضت دموعه. دموع هي اللي فاضت. فدموع دي فعل مرفوع. فاضت دموع العين. العين مضاف إليه. مني من حرف جر والياء. اسم مجرور. فاضت دموع العين مني. ليه فاضت دموع العين مني صبابة. حبا. عشقا. يعني الصبابة دي ما فيقول لأجله. على النحر. على حرف جر والنحر. اسم مجرور. حتى بلى دمعي محملي. بلى فعل ماضي. تمام. بلى دمعي. مين اللي بلى جماعة؟ الدموع بتاعتي بلت. بلت المحمل بتاع بلت جسم يعني عموما. يبقى دمع هنا فاعل. تمام؟ ومحمل ده مفعول به. فاضت فعل لازم. يعني يهي فعل لازم يا جماعة. يعني مش جاي معاه مفعولهم به. هنا طبعا فاضة دموع العين مفيش مفعولهم به معاه. فده فعلي لازم مش متعدي. طيب الصبابة ما فيقول لأجله طبعا صح. مش نختاره. طيب. دموع فاعل قلنا يا جماعة كلمة دمع هنا. ودموع هنا برضو كانت فاعل. تمام? انما بلى ده حرف عطف الاضراب لا يا جماعة. بلى? عارفين بلى? عليها سكون دي. بلى دي حرف عطف. للاضراب يوفيد الاضراب. انما بلى ده فعل ماضي حتى بلى دمعي محملي. فنختار دال. قال الشاعر طاربت وما شوقا الى البيض ياطربه. ولا لعبا مني والزشيبي يلعبه. استبد الحقوق الخاطئة. يعني كل ده صح معادة واحدة. لك سمعين. طاربت فعل ماضي من على السكون وتاء الفعل طبعا هي الفعل. يبقى طاربت وما شوقا الى البيض ياطربه. ترتيب الجملة. وما اطرب شوقا الى البيض. يا بول انا مش بعمل كل ده. وانا مشتاء للبيض. عشان ما مشتاء ليهم. لا مش مشتائي مشتاء ليهم. يبقى شوقا دي عربها يا جماعة عربها مفعول لاجله. وما شوقا الى البيض ياطربه. ولا لعبا مني وزشيبي يلعبه. طيب. شوقا مفعول لاجله قلناها طبعا فمش نختارها. طيب. لعبا اسم معطوف عشان بعد. واو. واو العطفة هي. ولا لعبا شوقا ولا لعبا. يبقى اسم معطوف مش نختارها. طيب. زو اعربها فرعية يعني اعربها فرعية. يعني علامات فرعية. طبعا زو ذا وزي. بتكون علامات فرعية مرفوع بالو ومنصوب بالالف مجروب بالياء. مش نختارها برضو. مش هتبقى غير به. اطرب اسم تفضيل. لا. اطرب اجانا مش اسم تفضيل لفعل مضارع. اطربوا. ايه واحد دلوقتي يقول لك ايه اطربوا طربا. اطرب يعني اسعد. افرح يعني. الفين واحد يطرب اللي هو يا معي يعني بيفرح. فهنا طربته وما شوقا الى البيض اطربه. يعني بقول انا مش بطرب او انا مش فرحان يعني بسبب البيض. حلو او. يبقى اطرب لجمان ده ده اسم مش اسم تفضيل ده فعل ايه فعل مضارع. قال الشعر اخي السؤال فصفحت عنهم والاحبة فيهمه طمعا لهم بعقاب يوم مفسدة. الحقاقة التالية صحيحة ما عدا حقيقة واحدة. يعني كل ده صح ما عدا واحدة بس غلط. صلي بقى النبي عليه افضل الصلاة واتم وتسليم حبيبي يا رسول الله. صفحت صفح فعل ماضي امنع السكون. والتاء هي الفعل. فصفحت عنهم. تمام. انت صفحت عنهم. ان عنهم جروا مجرور. ليه والاحبة فيهمه فصفحت عنهم. والاحبة فيهمه طبعا الاحبة برضو مبتدى. وفيهم ده الخبر دي جملة جديدة. صفحت عنهم. والاحبة فيهمه. تمام. طب ليه انت صفحت عنهم? ليه انت سمحتهم طمعا لهم. عشان طمعان. لي마 طمعا دي عربها هيا جماعة. اقربهم مفعول. لاجله. تمام? بعقاب يوم المفسدة. فصفحت التاءف حال رفع. رفع. التاءضمين huhel رفع. مش هنختارها. طبعا لاجله برضو مش هنختارها. الاحبة فيهم طبعا دي جملة جديدة زي ما انت شايف وهو الحالة هي ومبتدأ وخبر دي جملة جديدة يبقى جملة اسمية مش نخترق انما صفحت مادتها فصحة لا يا جماعة الصفح الصفح اللي هو الغفران اللي هو التسامح نكشف عنه مادة ايه صا فا حا نفس الحروف صفحة صاد فحا مش ف صاد حا يبقى لإجابة الصحة تبقى ايه يا جماعة إجابة الصحة تبقى ده هي دي المقولة او دي يعني الحقيقة الخاطئة الوحيدة وكده اكون خلاصة حيات النهاردة وبإذن نهاية حلقة جاءة نكمل بقية التدريبات سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله يا الهلا انت نستغفرك واتوب وليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته